بما أنك بقى استشاري علاقات أسرية واجتماعية تقولي بقى العيلة دي في المجتمع إيه؟ يعني مش عارف تسأل هم قد إيه؟ هم جم منين؟ دول نتاج إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ عايز أسأل كل حاجة في الدنيا؟ ما هي العيلة دي متواجد منها كثير في المجتمع كل حالة بنعرضها وكل حالة حرك بتعرضيها هي بتبقى نموذج للحالات اللي وصلت ولكن في حالات تانية ما وصلتش أو ما اتكلمتش أو ما بعثتش ولكن هي نموذج وبيمثل عدد كبير جدا من المجتمع كل حاجة بقى لحسب الفئات ممكن واحد يكون مخلف العدد الكبير ده كله من زوجة واحدة ممكن يكون واحد متعدد الزيجات زي الأب ومروى اللي عندنا هنا دلوقتي في القصة وهي ما حفص حالتش هل هو متجوز مثلا الأربعة ولا بيقعد يطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز عدد الزيجات مثلا لها حصرة لها أو عدد كبير جدا ولكن هي موجودة ثم ينجب هؤلاء الأبناء أو ينجب هؤلاء الأبناء ثم بعد كده يبدأ بقى معهش فلوس يصرف عليهم فيروح يشغلهم وهم عشان هم اللي يجيبوه للفلوس باليومية في الأرض واليومية ويجيبوه للفلوس أكل وشرب فقط بيجيبوه لفلوس الكيف بتاعه كمان علشان يعرف يعيش ثم فجأة يموت أو يمرض فيسيب وراء هؤلاء الأطفال دون تربية هو احنا خدنا الموروز ده منين انه العيل بيجي برزقه انه العيالة عزوة الكتير انه خل في عمه ان شاء الله يعني ربنا بقى هيراضيك بيه ما هو أكيد طبعا ده يعني احنا ميقولش حاجة في أرزق ربنا عز وجل ولكن فيه عندنا عقل ونعقير ولما بنيجي نتكلم حتى مع المتخصصين من الشيوخ ومن الأمور الدينية بتكلموا في المؤسسات الدينية محدش بيقول خلف اللي انت عايزه أبدا ما يقولك العيل بيجيب رزقه بقى واحد ولا اتنين عشان حرام تنزله وهو بقى خلاص فيه النبض وفيه الروح فبنقول خلاص خليه وان شاء الله يجيب رزقه بس هل يعقل نحنا نقول لراجل بيجيب بالعشر والخمستاشر والعشرين عيل نقوله العيل بيجيب رزقه لا ما أنا كمان عندي عقل أنا النهاردة معي مثلا ألف جنيه بيقضوني أنا وزوجتي روح تجايب ايه ولد فخلاص هزوجني أنا وزوجتي والولد لا روح جايب وطفل تاني أصبحنا خلاص كفاية بقى توقف لا أجيب ثلاثة واربعة وهما الألف جنيه هما زيب يعجونا الفكر ده يعني حتى تلاقي في الأرياف الفكر ده موجود لكن العيل الكتير عايزوا كده عايزوا احنا نعرف مين اللي الزرعة مش هنعرفها ولكن نعرف ان ده موروث فعلا متواجد الحركة قولتي ده بتاعت العيل بيجيب رزقه وخلفه ومش عارف ايه وهم العيل بيشتغلوا وهم العيل اللي بيشيلوا وهم العيل اللي بيشيلوك وهم العيل هيبقوا معاك بعد كده فنوعد نونجيب هذه الزجات الكتيرة يعني ده مش في قصدي نوع يبقى في حقبة زمانية معينة كانوا بيعملوا كده ان احنا نفهم ده مين اللي أثر علينا تحسير ده ونقولهم لأ في الحقبة الزمانية القديمة ده من الفترة اللي احنا عايشينها ثم طورسها الأجيال زي ما اي حد بيطلع يلاقي وبيعمل حاجة فهو بيعملها زي وهو تربى في مثل هذه البيئة خلي بالحضراتك يا أستاذ سأل في حاجة عندنا اسمها المفهوم الزاتي يعني ايه المفهوم الزاتي يعني أنا مفهومي عن الأشياء بيبقى لي مفهوم خاص بي أنا عن هذه الأشياء وممكن يمثلوا عدد كتير من الناس ولكن هو في الآخر مفهوم معين ببقى مستغرب قوي لو حد بيقول كلام متنقض أقوله انت ذات يكلم كده مع انه ممكن يكون هو اللي بيكلم صح مع انه ممكن يكون رأي وهو الأسوب يعني ما احترامي انه الجهل مع عمره ما هيتعلم ما بيحبش يتعلم وانت المتمسك برأي ومعرفش جواه مني طب انت استنادا على ايه استنادا على بيئة أم قالتلي كده وإحنا بنقل الروس والله تسمع حاجات كده طبعا تربية أو بيئة هو ده اتسند منها تكون منها مفهوم الزاتي عن الحب عن الزواج عن الخلفة عن الفلوس عن أي حاجة فأصبح هذا مفهوم هيبقى مستغرب قوي لو حد بيعرضوا في هذا المفهوم قد يكون مفهومه ده اتفق الأغلبية انه هو خطأ وما زال هو متمسك بي فده مفهوم ذاتي مفاهيم ذاتية طبعا